اهلا بكم الى الظهيرة من الميادين نقدمها اليكم من السديوهاتنا في الميادين وسديوهاتنا في تونس وفي بغداد وفي عنوين الظهيرة لليوم طالبان تقول انها ستقدم اطارا لحكم جديد في افغانستان قريبا وبايدن يكشف عن اتفاق ابرمته واشنطن مع الحركة قبل عام جنب القوات الامريكية هجماتها الرئيس التونسي يقول ان بعض من دأبوا على الخيانة يفكر في الاغتيال والقتل والملك السعودي يبارك في اتصال مع سعيد قراراته اربعة شهداء من الحجد الشعبي خلال صدهم هجوما شنهم مسلحوا داعش في شمال بغداد رئيسي يؤكد ان البرامج التي تم اعدادها في الحكومة المقبلة هدفها تحقيق العدالة والتقدم وان الوقت حان لنهضة جهادية وشعبية لبناء ايران القوية الجيش السوري يستقدم تعزيزات عسكرية الى محيط درع البلد بهدف اخراج المجموعات المسلحة بعد رفضها تسليم اسلحتها بعد تعديل شمل اربعة وزارات الحكومة الفنزولية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية في ضوء المحادثات مع المعارضة في المكسيك اهلا بكم اعلنا لمتحدث باسم حركة طالبان ان الحركة تسعى الى الكشف عن اطار حكم جديد لافغانستان وفق ما نقلت وكالة رايترس واضف المسؤول ان خبراء قانونيين ودينيين وخبراء في السياسة الخارجية في طالبان يسعون الى طرح اطار حكم جديد في الاسميع القليلة المقبلة كما اشار الى ان طالبان تتعهد الخضوع للمساءلة والتحقيق بتقارير وقوع عمليات انتقامية في افغانستان في سياق اخر نقلت وكالة سبوتنيك عن مصادر مقربة من طالبان قولها ان الحركة تخطط لانشاء جيش افغاني جديد يضم اكثر من مائة الف مقاتل من الحركة ومائة الف مقاتل من الجيش الوطني السابق والى العاصمة الافغانية كابل وصل رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان عبدالغني برادر متحدث باسم الحركة اكد ان المولا برادر سيستقر لفترة في العاصمة وذلك بهدف التواصل مع الاطراف المحلية والدولية والتي ترغب في التشاور والتحاور مع طالبان في المرحلة المقبلة هذا وقال مسؤولنا في حركة طالبان ان رئيس المكتب السياسي موجود في افغانستان لتفويض المسؤولية للقادة الجدد واشار المتحدث الى ان برادر سيلتقي المسؤولين حكومة السابقين والميليشيات المحلية وعلماء الدين المسؤول في الحركة اكد ان طالبان ستشكل فريقين منفصلين لادارة الامن الداخلي والازمة المالية في البلاد لافتا الى انه سترجى الاستعانة بخبراء من الحكومة السابقة لهذا الغرض ونفل مسؤولا يكون مقاتل الحركة قد اختطفوا اي اجنبي مشيرا الى انه يجلس جواب بعضهم قبل خروجهم من البلاد بالتوازي اعلنت حركة طالبان اليوم مبايعة حشمة غني شقيق الرئيس الافغاني السابق للحركة غني كان قد اكد سابقا ان الامريكيين لم يخرجوا بشكل مفاجئ من افغانستان بل كان هناك مخطط امريكي منذ ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب لافتا الى ان الادارة الامريكية لم تعلن عنه نظرا لخطورته على امن قواتها الامريكيون لم يخرجوا بشكل مفاجئ بل كان هناك مخطط امريكي منذ ايام دونالد ترامب لكن الادارة الامريكية لم تكن تريد ان تعلن عنه لخطورته على امن القوات الامريكية في افغانستان أنا أردد منذ عشرين عاما بأن الأمريكيين والناتو ودول الغرب تقدموا للأفغان فوائد مالية تحت مسميات مختلفة لكن كل هذا في الحقيقة أساء إلى سمعة الأفغان وإلى المجتمع الأفغاني طالبان لها استراتيجية أمن بشكل ممتاز لكن عليها الاجتهاد لمكافحة الفقر والجوع بالطبع شقيقي سيعود لا يمكن أن يعيش حياته الآن خارج البلاد ولابد أن يرجع ليواجه حسابه أمام الشعب الأفغاني ويوضح موقفه من الاتهامات التي وجهت إليه ومعنا من إسلام أباد مراسل الميدين بكر يونس بكر أهلا بك سنسأل عما تعلنه طالبان تباعا قالت بأنها ستقدم إطارا لحكم جديد في أفغانستان هل بدأت ملامح هذا الإطار تظهر أقله بالخطوط العريضة؟ المقصود بالإطار الجديد هو إقامة إمارة إسلامية دولة تتحكم نفسها وتحاكم شعبها إلى الحكم الإسلامي بإقامة الحدود الإسلامية منع الربا إقامة فرض الزكاة لا يوجد هناك منهج جديد أو منهج غير معروف أو غامض ستقوم طالبان بوضعه وإنما ما تقصده طالبان هو أنها ستلغي الدستور وهذا هو المتوقع وانتضع دستور جديد وهو دستور إسلامي يتطبق فيه الشارع الإسلامية بكافة مكوناتها في الاقتصاد في السياسة في التعليم في كل الأمور التي تنص عليها الشارع الإسلامية طيب سؤال آخر الحركة أيضا تخطط لإنشاء جيش أفغاني جديد أيضا هل هناك من المزيد من التفاصيل حول هذه النقطة؟ حركة الطالبان في الحقيقة هي ليست بحاجة إلى جيشه وليست بحاجة إلى وضع عناصر جدد في الحركة كمقاتلين لأنهم طبعا هم مقاتلون لديهم خبرة واسعة ولديها ما يكفيها من عاصر ولكنها تريد أن تشمل من هم من الجيش الأفغاني ولديهم خبرة ولم يكونوا قد تلوثت أيديهم بمقاتلة حركة الطالبان كما صرحت بعض المصادر وإذن لا توجد لديهم أي انتماءات ضد حركة الطالبان تريد حركة الطالبان أن تقوم بضم كل هذه العناصر من الجيش الأفغاني حتى تقوي عناصرها وحتى لا يكون هناك في المستقبل من هم ينقومون على حركة لاسيمة من الجيش الأفغاني لأن طبعا عدد الجيش الأفغاني الذين أقيموا من الجيش الأفغاني عدد كبير جدا سيكون هناك بطالة كبير جدا في يوصف هؤلاء الناس لذا تريد حركة الطالبان تشمل كل هؤلاء خاصة منهم ليسوا متورطين في مشاكل مع حركة الطالبان حتى تتمكن من أن تعطيهم الضائف وحتى تتمكن من أن تهدئ الأوضاع خاصة بينهم وبين المخالفين لها من أبناء الشعب الأفغاني شكرا جزيلا لك بكر يونس مراسل الميادين كنت معنا من إسلام مبات شكرا لك قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن طالبان لم تهاجم القوات الأمريكية في أفغانستان استنادا إلى اتفاق أبرمته واشنطن مع الحركة قبل عام بايدن وفي مؤتمر صحفي أعلن أنه يستطيع ضمان النتيجة النيائية لعمليات الإجلاء في كابل واصفا إياها بأنها واحدة من أصعب عمليات الإجلاء في التاريخ حركة طالبان كانت موجودة في شمال أفغانستان وجنوبها منذ عهد الرئيس السابق ترامب والأمر العقلاني كان إعادة تموضع القوات الأمريكية للانسحاب فيما عدم مهاجمة قواتنا في أفغانستان يعود للاتفاق الذي أبرمناه قبل عام حان الوقت لننهي هذه الحرب التي كلفت أكثر من تريليون دولار والبعض يقول تريليونين لم يكن في وسعنا مغادرة أفغانستان من دون حصول هذه الفوضى التي ترونها فهي ستحصل في أي وقت ستغادر فيه قواتنا سنحاول إنهاء عملياتنا في الموعد المحدد بنهاية الشهر الحالي ونعمل مع شركائنا وحلفائنا لتسريع ذلك على خلفية ما يرجي في أفغانستان قدمت النائب الجمهورية في الكونغرس الأمريكي ماري جوري جرين ثلاثة مشاريع تدعو إلى عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي تغريدة لها على تويتر قالت جرين إنها قدمت مشاريع لعزل بايدن نيابة عن الأمريكيين بسبب عدم تنفيذه لواجباته فيما يخص الوضع في أفغانستان إضافة إلى أزمة الهجرة المستمرة على الحدود الأمريكية الجنوبية بما وصفته بمخالفة التوازن الدستوري نتيجة تجاهله لقواعد المحكمة العليا والآن إلى العاصمة التونسية والنافذة الإخبارية من هناك والتي نتناول فيها تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والقضائية ومن العاصمة تونس تنظم إلينا أزميل وفا سرايا مرحبا وفا إليك مرحبا محمد تحياتي لك وللزميلة رانا شكرا جزيلا لكم أهلا بكم من شديد مشاهدين الكرام في نافذة شديدة من نشط الظاهرة وفي إطار تغطيتنا المستمرة على شاشة الميادين تونس الجمهورية الثالثة والتي نبدأ فيها نافذتنا من ما قاله الرئيس قيس سعيد حيث قال إن البعض دأب على تقليب دول أجنبية على رئيس الجمهورية والنظام وعلى وطنه وأضاف أنهم دأبوا على الخيانة واعتادوا العمل تحت جنح الظلام وأضاف أقول لهم إنني أعرف ما تدبرون وأنا لا أخاف إلا الله رب العالمين ولا أخشى من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى حد أنهم يفكرون في الاغتيال والقتل لا أخاف إلا الله رب العالمين بالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصلوا أو يفكرون في الاغتيال يفكرون في القتل ويفكرون في الدماء سأنتقر إن مط اليوم أو غدا شهيدا أعتادوا العمل تحت جنح الظلام ودأبوا على الخيانة سيتم التصدي لهؤلاء وهناك قواتنا العسكرية والأمنية ستتصد لهم ولن تتركهم أبدا يصلون إلى ما رتبوا لهم الرئيس سعيد قال إنه يسعى للقضاء على الفقر والاستبداد معا وخلال توقيع اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية أضاف سعيد أنه لو لا الاستبداد الذي عشته بلاده ما زالت تعيشه تحت صور مختلفة لما آل الوضع إلى ما آل إليه لا بد أن نواجه لا فقط الأوضاع الحالية من خلال صرف جملة من الإعانات للعائلات المعوزة ولكن لا بد أن نتصدى أيضا معا بنفس العزيمة وبنفس الإرادة للأسباب التي أدت إلى هذه النتائج وإلى هذه الأوضاع التي يعيشها جزء كبير من شعبنا باركة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الخطوات التي أقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد وتلقى الرئيس سعيد اتصالا هاتفيا من الملك سلمان جدد خلاله تأكيد دعم المملكة لتونس في المجالات كافة وحرصها على مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب التونسي وتقديم دعم صحي إضافي وذكر بيان لرئاسة التونسية أن المحادثة الهاتفية كانت فرصة للتشديد على توطيد علاقات التعاون بين تونس والسعودية وعبر الرئيس التونسي عن شكره للملك السعودي على مبادرته بمواصلة دعم جهود تونس في مواجهة جائحة كورونا إلى التطورات القضائية حيث أعلن مجلس القضاء العدلي في تونس عن فتح باب الترشح لمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وأتي ذلك بعد قرار المجلس إيقاف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد عن العمل وإحالة ملفه على نيابة العمومية وأعلان حالة الشهور في المنصب والآن ينضم لنا من العاصمة التونسية مراسل الميادين الزميل عماد الشتارة مساء الخير عماد نبدأ من المعطيات المهمة التي كشف عنها الرئيس قيس سعيد معطيات ومحاولات لاغتياله وهنا نتحدث عن دلالات مهمة بأي إطار وبأي سياق يمكن تفسيرها ونجد مول معها موقف صريح للمرة الأولى بدعم قرارات سعيد خارجيا وليس عن علاقات بين البلدين كما كنا نسمع باتصالات سابقة مع دول أخرى بل مباركة من قبل الملك سلمان لخطوة سعيد نعم وفا نحن نعيش في ظرف استثنائي وكل الصلاحيات حاليا بيد الرئيس قيس سعيد وبالتالي أي خطر يتهدد سلامته يمكن أن يعرض وضع البلاد إلى حالة الفراغ اليوم هناك تخوف على سلامة الرئيس وعلى ربما مخطط قد يستهدف الرئيس هو لم يفصح إن كان ما أعلن عنه مبني عن معطيات وتحقيقات أم عن ربما معلومة استخباراتية تم إشعاره بها أشار إلى أن القوات الأمنية والعسكرية ستتصدى لهذا المخطط وهذا كلام يوحي بأن هذا الخطاب له ما بعده الجميع يقرأ بأن ربما الساعات القادمة أو الأيام القادمة قد تشهد اغتيالات تطال بعض الأطراف التي ربما قد تكون ظالعة في هذا المخطط أو هذا التوجه لاستهداف رئيس السلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد حديثه عن أنه قال بأنه يعلم بماذا يفكرون يؤكد بأن المعلومة معلومة استخباراتية وأن الأمر يستدعي ربما تعزيز الحماية بالنسبة للرئيس تعزيز الإجراءات الأمنية حتى يقع أحباط أي نية أو مخطط لاستهدافه وتجنيب البلاد ربما الدخول في حالة الفراغ خلال الفترة القادمة نظرا لأن الدستور هو الذي يخول للرئيس في حالة العمل بالتدبير الاستثنائية قيادة البلاد في هذه المرحلة وبالتالي لابد من توفير الحماية للقائد الأعلى الذي بيده السلطات وهو اليوم يراهن على الدخول ببلاد في مرحلة جديدة لإنقاذ دولة إذا ما تجوزنا هذا المعطى الأمني والخطير الذي يتعلق بسلامة الرئيس رسائله التي أطلقها بالأمس حينما أجر زيارة فجئية إلى أحد المحتكرين في مواد البناء كانت هامة جدا بأن السلطة ستقاوم خلال الفترة القادمة المحتكرين وستضرب بيد أو بقبضة من حديد كل من يحاول أن يصعب العيش على التونسيين أشار إلى احتكار مواد البناء والمواد الغذائية والمواد المدرسية والبلاد مقبلة على عودة مدرسية هناك وعي بوجود عمليات مضاربة وتضخيم في الأسعار أو ترفيع في الأسعار تسعى السلطة إلى مجبهتها بإصرار وبإرادة سياسية المعطى الأخير ربما الذي نختم به هذه المداخلة يتعلق بالمسار القضائي لطالما كرر الرئيس في أكثر من مناسبة سبقتني عليك عمد صدق نعم أشار في أكثر من مناسبة إلى أن القضاء يجب أن ينحز إلى الوطن وأن يتحلى ربما بالوطنية وبالجدية في محاربة الفساد بالأمس القرار يتخذه المجلس الأعلى للقضاء العدلي بقرار ثوري قرار يقضي بإيقاف القاضي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية نظرا لشبهات الفساد التي تحوم حوله وحول الثروة التي كونهر قرار يعتبر ثوري على أن القضاء مصر مثل ما يصر رئيس الدولة على محاربة الفساد وعلى إحالة ربما الضالعين فيه أمام أنظار القضايا لينالوا جزاءهم وفق ما يقضيه القانون الكل يترقب هذه التطورات خصوصا في المشهدين السياسي والقضائي ولسيما نحن نبتعد فقط أربعة أيام عن 25 نقاب الحالي أو الجاري إذن شهر على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد وأيضا بانتظار ولادة حكومة جديدة التي قال بأنها بالأيام القليلة أو القريبة المقبلة سوف يعلن عنها الرئيس سعيد شكرا جزيلا لك على دمج كل هذه المعطيات واختصارها الزميل عماد شتار كنت معنا من تونس في مقابلة مع الميادين أكد الكاتب والإعلامي خالد كرونا أن على اليساريين المؤمنين بالمستقبل تأييد الخطوات الإصلاحية للرئيس قيس سعيد كرونا قال أن أحد في تونس من الأحزاب الموجودة يملك مشروعا متكاملا أظن أن اليساريين المؤمنين بالمستقبل سيسعدهم أن يروا الرئيس سعيد يتجه في خطوات تتناسب مع وتتناغم مع ما يطلبه الشعب كلما تقدم خطوة فيما يطلبه الشعب بطبيعة الحال من المنطقي أن نؤيد ذلك كلما تأخرنا عن طلبية مطالب الشعب كلما طرحت القضية وكلما طرحت الخلاف يعني باختصار شديد أنا لا أظن وهذا من الوهم أن تدابير استثنائية يقدم عليها رئيس الجمهورية ستكون فرصة لإقامة إصلاحات حقيقية وعاميقة وفي مقابلة مع الميادين أيضا قال الكاتب والباحث في الشؤون الاجتماعية والسياسية عزيز كريشان أن الخطوات المتوقعة لرئيس قيس سعيد تتضمن مخاوف تتعلق بالحريات في البلاد وانفراده بالسلطات كريشان لفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لا يملك الرئيس سعيد وفريقه القدرة على تحقيقها تم احتمال كبير كونه يغلق المجلس الحالي يحل المجلس النوار وممكن زادة يعني يعلق الدستورة 2014 استفتاء انتخابات نيابية قم بكرة قانون انتخابي جديد قانون للأحزاب جديد مشروع الدستور جديد يقدموا الاستفتاء إلى آخره انتخابات مبكرة هذا الكل هذا الكل هنا يفهم التخوف الحريات والاستبداد إلى آخره وتعرف أنت وقت لإنسان يولي عنده كل السلطات وإلى هنا نصل إلى ختام نافذتنا في الظاهرة لقاؤنا يتجدد بكم في نشرة الخامسة بتوقيت القدس الشريف والثالثة بتوقيت تونس ونفتح الآن نافذة جديدة من تغطيتنا المستمرة كذلك للانتخابات البرلمانية في تشرين الأول أكتوبر المقبل من بغداد مع الزميل محمد زيني مساء الخير محمد يعطيكم العافية والهواء لك مساء النور وفا شكرا جزيلا لك أذن المشاهدين نحييكم من بغداد وإلى هذه النافذة التي سنتابع من خلالها أبرز التطورات في المشهد العراقي نبدأ من التطورات الأمنية حيث نعت قيادة العمليات المشتركة أربعة مقاتلين من الحجد الشعبي بعد استشهادهم في قضاء الطرمية شمال بغداد مراسل الميادين أفاد بأن الحجد الشعبي تصدى لهجوم شنه مسلح داعش في منطقة المشاهدة شمال بغداد ما أدى إلى استشهاد أربعة مقاتلين وإصابة عشرة آخرين من الحجد الشعبي هيئة الحجد الشعبي العراقي نعت مقاتلها الذين استشهدوا في قضاء الطرمية شمال بغداد خلال تطهيرهم المنطقة من فلول داعش وفي بيان قال الحجد أن العملية الإرهابية تأتي بالتزامن مع دخول عمليات الحجد الأمنية للقضاء على فلول داعش أسبوعها الثاني مضيفا أن الإرهاب لا يزال ينشط ويتحرك حول العاصمة بغداد كما جدد الحجد العهد لأهالي العاصمة باستمرار عمليات التطهير حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد وجه قائد عمليات بغداد بتجديد الإجراءات الأمنية لحماية المراكز الانتخابية ومخازن الدعم اللوجستي لمفوضية الانتخابات بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا ومفوضية الانتخابات وفق بيان لخلية الإعلام الحربي وفي السياق تفقد قائد المقر في الكرخ والرصافة وقائد شرطة بغداد مراكز تسجيل الناخبين للوقوف على حماية المراكز وتشديد الإجراءات الأمنية معنا مباشرة مراسل الميادين في بغداد الزميل محمد الفهد محمد مرحبا بك ضعنا بصورة آخر وأبرز التطورات الأمنية في الطارمية إلى الشمال من بغداد نعم محمد هو حادث تزامنة مع عمليات موسعة تشنها القوات المشتركة العراقية من الحجد الشعبي والشرطة العراقية والجيش العراقي طيلة الأيام الماضية لتعاقب خلايا تنظيم داعش في مناطق حزام بغداد ولسيما الجهة الشمالية في الطارمية هذا الحادث هو يؤشر ربما على أن خلايا تنظيم داعش في هذه المنطقة تنشط بشكل غير معهود ولسيما أن الهجوم كان هجوما مباشرا واشتباكات استمرت لعدة دقائق وأدت الاستشهاد أربعة مقاتلين وإصابة عدد آخر هذا يدل أيضا على أن هذه الخلايا ربما تتمتع بخطة جديدة للمواجهة داخل هذه المنطقة على العكس من التعرضات الأخرى التي تحدث ضد القوات الأمنية والتي ربما لا تؤدي لها نتيجة أو إلى هاء هكذا وقت من الاشتباك بالتالي القوات الأمنية قامت بتطويق هذه المنطقة ونفذت عمليات مسح وتفتيش واستقدمت تعزيزات عسكرية ربما تنطلق عملية لتعاقب هذه الخلايا كذلك أشرت القيادات الميدانية لخطورة هذا الملف ولا سيمة في هذا التوقيت واستنادا لما قامت به هذه الخلايا في هذه المنطقة وعورة المنطقة وكثرة بساتينها ربما جعل خلايا التنظيم تأخذ منها نقطة انطلاق سواء لزعزعة أمن العاصمة العراقية بغداد أو استهداف المدنيين والقوات الأمنية كذلك ربما أن هذه العناصر قد تشكل تهديدا على أهل المنطقة أيضا وليس على القوات الأمنية لاعتبار أن هذه العناصر في السابق أيضا استهدفت من الحجد العشائري وكذلك من الصحوة التابعين لهذه المنطقة هناك مطالبات من قبل رئاسة الجمهورية العراقية من قبل بعض الأطراف السياسيين القيادات الميدانية إلى ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري وشني عمليات موسعة محمد هنا نسأل عن كتاب انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية مضمون هذا الكتاب من قيادة عمليات بغداد هو سحب جميع القوات العسكرية من الطارمية ما حقيقة هذا الكتاب وكيف تبدو الأوضاع الآن هناك يعني حتى هذه اللحظة محمد هذا الكتاب أو المسودة هي منحصرة بمواقع التواصل الاجتماعي التي روجت إليها في توقيت معين ثم بعد ذلك عادت تفس هذه المواقع والمجموعات لتروج إلى أن هذا الكتاب غير صحيح وأن لا نداء من الحكومة لسحب هذه القطاعات العسكرية حتى هذه اللحظة بالتالي محمد هي حتى هذه الحوادث تتزامن معها حملات إعلامية سياسية ربما لأهداف معروفة قد تتعلق بالحضوض السياسية التقرب أكثر من الجمهور من جمهور هذه الأطراف وبالتالي بدأ كل طرف يتناول ما حدث في الطارمية من زاويته بعيدا عن ربما الخطط العسكرية والأمنية وحتى التعاون المجتمعي مع القوات الأمنية لإنهاء هذا التهديد محمد نسأل أيضا في جانب الانتخابات كانت هناك اليوم جولة تفقدية لقيادات في عمليات بغداد بجانبي العاصمة الكرخ والرصافة هل هذا يعني أن الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات قد انطلقت وماذا سيترتب على هذه الجولة التفقدية من إجراءات في وسط العاصمة؟ نعم محمد على ما يبدو أن هذه الجولة التفقدية لقيادة عمليات بغداد والأجهزة الاستخبارية والأمنية الأخرى ربما هي الشروع بالخطة الأمنية الخاصة بحماية المراكز الانتخابية وحماية الناخبين حماية المناطق توفير البيئة الآمنة وحماية مخازن صناديق الاقتراع وفق ما ظهر من هذا الإجراء الأمني الذي جرى في العاصمة العراقية بغداد القيادات الميدانية تتحدث أن الخطة المستقبلية سيتم الشروع بها مسبقا من أجل تأمين المناطق التي تحوي على المراكز الانتخابية حماية المدنيين منع خروقات أمنية وبالتالي هذه التحركات هي ضمن الخطة الموضوعة لحماية الانتخابات وإنجاحها لاعتبار أن أهم ركون في هذه التجربة هي توفير البيئة الأمنية المناسبة شكرا جزيلا لك الزميل محمد الفهد مراسل الميادين في بغداد أكد عضو تحالف الفتح محمد مهدي البياتي أن استقالة حكومة عادل عبد المهدي كانت بتأثير أمريكي وفي حوار عراق الخير قال البياتي أن المرادة اليوم هو توفير الكهرباء وإعادة الأمن والأمان إلى البلاد نفتح مشروع الحشب ومشروع الجماهير وعملوا أعضاها عملوا كوزراء كوكلاك كمدراء عمين وكذلك قيادات في الحشد الشعبي وألبها في الحشد الشعبي قضيتهم نريد كهرباء وأن يسود العراق أمن والأمان وثم وحدة الأراضي العراقي كلها موجودة صحيح الكتلة التي صوتت على عاد عبد المهدي هي شات الأكثرية أنا أعتقد موضوع سيد عادل كان تأثير خارجي وليس ذلك خارجي نعم هذا أخير يعني أولا التأثير خارجي أمريكا عضو حزب تقدم في البرلمان العراقي محمود نوري أبو الطيب قال أن القيادة الحكيمة والأيدي الأمينة استطاعت بناء محافظة الأنبار وفي حوار يا عراق الخير أكد الطيب أن حزب تقدم يحتضن شخصيات تركت بصمتها في الشارع السني ولكن نحن استطعنا بقيادة حكيمة وبأيدي أمينة أن نبني محافظة الأنبار وأن نخليها من ضمن المحافظات التي قد تكون يعني تعتبر محافظة الأنبار صارت محافظة نموذجية نطمح أن تكون أكبر من ذلك نعم أنه غيرت من واقعها ومن ثوبها الخرب الذي كان بسبب دمار داعش وبسبب الحقبة التي مرت عليها طوال 11 سنة من الخراب والدمار كلما تقرب الانتخابات وهذه هي الانتخابات تحتدل وتصطدم تحتدم الأمور حتى بين المرشحين في داخل الكتلة الواحدة الواقع تكلم أنه ثلثين أصوات السنة وثلثين مقاعد السنة ستكون لتحالف تقدم من اختيار الشخصيات القوية في هذا التحالف الشخصيات التي لها تأثير في الشارع السني الشخصيات التي وضعت بصمة في الشارع السني موجودة في تحالف تقدم برغم التطور وإيقاع الحياة السريع يقاوم المسرح في العراق الحداثة وعروض الأعمال الإلكترونية كما نشغف أبناء الرافدين بطقوس مشاهدة الأعمال مباشرة يجدد حضور المسارح في العاصمة بغداد نتابع مع صلاح الخزاعي يقف هذا الصرح الثقافي شامخا وسط بغداد يقاوم العروض الرقمية ومعها التحولات السياسية والاجتماعية هذا هو المسرح الوطني بتاريخه الممتد إلى مائة عام وبنائه الذي يقف هنا منذ أربعين عاما ما زال ينتعش بمرتاديه الذين يحتفون بالأعمال المسرحية التي تعرض على خشبته ستة مسارح في بغداد لعل أبرزها الرشيد والطليعة والنجاح والرافدين وسمير ميز لم تنجح التطورات التقنية في إخراجها نهائيا من الخدمة حراك المسرح العراقي استثناء ومستمر وأظن أن تاريخ المسرح العراقي هو الذي يجعله حاضرا ولامعا هناك عروض هناك جمهور مستمر رغم التغيرات السياسية لكن حال السينما يختلف عن المسرح فهي خسرت جولة الصراع مقابل السينما الرقمية وهذا هو حال البعض منها هذا البناء كان واحدا من أهم دور العرض السينمائية في العاصمة إلا أن بعض دور العرض في مراكز التسوق ما زالت صامدة بحسب اختصاصيين المسرح هو صوت المدينة طالما بقى هذا الصوت بقت المدينة فلذلك هو ينادي بالحرية وينادي بالعدالة الاجتماعية وينادي بالقيم الإنسانية الكبيرة ألهمت ثورة العشرين الفرق المسرحية الشابة ولا سيما فرقة مؤسس المسرح العراقي حق الشبل عام 1927 في إنتاج أعمال ترفض الاستعمار الإنجليزي وتطالب بالاستقلال والتحرر أبرزها كانت مسرحيات ومعتصماء وشهيد الدستور وصلاح الدين الأيوبي بقاء المسرح مقاوما للحداثة من دون جهد له دلالتان يقول اختصاصيون تاريخ تبنيه للقضايا الوطنية وشغف أبناء الرافدين بالحضور لمشاهدة هذه الأعمال صلاح الخزاع بغداد الميادين إلى هنا تنتهي هذه النافذة يتجدد اللقاء بكم في تمام الساعة السابعة بتوقيت القدس الشريف وبغداد للحديث حول آخر التطورات والمستجدات العراقية تحديدا ما يدور في الطارمية الآن هذه عودة إلى بيروت لمتابعة الأخبار مع الزميلين رانا أبي جمعة ومحمد جرادي إليكم شكرا لك محمد أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن برامج الحكومة الجديدة ستضمن تحقيق العدالة الاجتماعية لكل شرائح المجتمع وفي جلسة منحي الثقة للحكومة الثالثة عشرة في مجلس الشورى شدد على أن المعايير التي تبعت في اختيار الوزراء هي التخصص والخبرة برنامج الحكومة الشعبية هو الإطار الحاكم على برامج جميع الوزراء وهذا البرنامج مبني على خمس ركائز هي بيان الخطوة الثانية للثورة الإسلامية والنمو الثقافي والاقتصاد المقاوم وتوفير وتحسين معيشة الشعب وتطوير العلاقات الدولية كل برامج الحكومة تضمن تحقيق العدالة في البلاد والتطور هدفنا تحقيق العدالة في جميع المجالات ولجميع الشرائح الاجتماعية المرأة والرجل والطفل والشباب وأهل الكرة والمدن المعايير التي اتبعت في اختيار الوزراء هي التخصص والخبرة والمعرفة والانتماء إلى جيل الشباب والتعهد بالالتزام بالعمل والروح الثورية ومكافحة الفساد والشعبية الحكومة سعت جاهدة للمسج بين الشباب والخبرة ووضعت خططا سريعة وفورية وأخرى بعيدة المدى لحل الأزمات الحالية بالاعتماد على نخب البلاد وإمكاناتها استقبل قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني نظيره الباكستاني محمد أمجد خان نيازي ضمن زيارة رسمية تلبية لدعوة الطرف الإيراني وخلال اللقاء محمد تناول الطرفان سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وخصوصا البحرية منها إضافة إلى الاستفادة من الخبرات العسكرية في تنفيذ المهمات والحفاظ على المصالح الوطنية بين الطرفين ومن المقرر أن تتضمن جولة نيازي غدا لأحد زيارة الأسطول الإيراني في شمال البلاد استقدم الجيش السوري تعزيزات عسكرية إلى محيط درع البلد بهدف إخراج المجموعات المسلحة من المنطقة بعد رفضها تسليم أسلحتها وكالة ثانا سوريا نقلت عن مصادر ميدانية في درع أن المجموعات المسلحة المنتشرة تصغل جهود التسوية للأعداد لشن هجمات على المدنيين ونقاط الجيش السوري ورأت المصادر أن ما وصفته بتعاند المجموعات المسلحة يرتبط بالتصريحات الصادرة عن بعض الدول الغربية والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا معنا من العاصمة السورية مديرة مكتب الميدان في دمشق ديمة نصيف مرحبا بك ديمة ما هي الأسباب التي دفعت الجيش السوري إلى تعزيز قواتها أمام درع البلد؟ بداية المهلة المعطاة للمجموعات المسلحة التي تتواجد في هذا الحي وهو في جنوب مدينة درع هي حتى نهاية هذا الشهر يعني بعد أقل من عشرة أيام تقريبا وبالتالي والتفاوض يراوح مكانه محمد ليس هناك من أي مؤشرات على تقدم المفاوضات المستمرة منذ تقريبا شهرين بين الجانب الروسي وما يسمى باللجنة المركزية وهي مجموعة من قيادات للمجموعات المسلحة أو ما يقال عنهم بوجهاء هذا الحي للتفاوض مع الجانب الروسي حول كيفية انسحاب هذه المجموعات أو على الأقل من يريد أن ينسحب من هذه المجموعات من الحي ليتمكن الجيش من الدخول ونشر نقاطه داخل هذا الحي وبالتالي التعزيزات العسكرية اليوم هي تأتي في سياق الضغط على هذه المجموعات لأن البديل عن هذا التفاوض الذي ينتهي نهاية هذا الشهر هو أن يكون هناك حسم عسكري بانتظار هذا الحي بحسب ما أعلمنا من المصادر العسكرية ناهيك عن أنه أيضا من حين إلى آخر وأخيرها يوم أمس هناك خروقات من المجموعات المسلحة أدت إلى إصابات في صفوف عناصر الجيش السوري بس تدعى نقل هؤلاء المصابين إلى المشافي وتجمع لسيارات الإسعاف وبالتالي التفاوض يرى وحما كانه المجموعات المسلحة مستمرة في الخرق ربما الجيش السوري استقدم تعزيزات أكثر فأكثر للضغط على هذه العملية التفاوضية وأيضا للتأكيد لهذه المجموعات بأن الحسم العسكري لا يزال موجود في طيات قرار القيادة وأيضا ربما للرد على أماكن الخروقات التي تأتي على نقاط الجيش التي تطوق الحي بأكمله منذ شهرين تقريبا ديما سؤال لو سمحت باختصار لديق الوقت مع من تنسق في قرارات هذه المجموعات ومن يدعمها في تسليحها هذه المجموعات أولا احتفظت بسلاحها منذ معارك التحرير التي كانت في العام 2018 محمد وبالتالي لم تسلم سلاحها المتوسط والخفيف ولا تزال تأتيها التعزيزات بهذا السلاح مع الريف الغربي لمحافظة الدرعة وهو الريف متصل بحي درعة حي درعة البلد هو حي في جنوب مدينة الدرعة وهو على أسوار المدينة وبالتالي الأرياف القريبة هي مناطق إمداد بالنسبة له من هي الأطراف التي تدخل هي نفس الأطراف التي تدخل بهذه المعركة منذ بداية سيطرة المجموعات المسلحة على الجنوب السوري وبالتالي هناك عوامل كثيرة تستدعي أن تتمسك هذه الأطراف بهذه المجموعات المسلحة بقرارها بأنها لن تسلم ولن تجعل الجيش السوري يدخل إلى هذا الحي لاعتبارات إقليمية عند أطراف كثيرة أهمها أو على رأسها إسرائيل إن صح التعبير يعني إن صح التعبير بأنه هي على رأس هذه الأطراف الممانعة وأيضا هناك أطراف خليجية أو عربية لا تريد لهذا الحي أو لا تريد سيطرة كاملة للجيش السوري على هذه المنطقة خاصة مع بداية الحديث عن إمكانيات إذا ما صدقت الحديث التي كانت تتحدث بأنه سيتم استجرار الغاز من خط الغاز العربي عبر سوريا إلى لبنان هذه المنطقة إن لم تستكمل السيطرة وإن لم تأمن شكل كامل لا يمكن حتى لهذا المشروع أن يكتمل أو أن يستقر أو أن يرى النور مجددا لأن هناك أجزاء كبيرة من هذه التمديدات مخربة ولا بد لدخول أعمال الصيانة والتأهيل مجددا أن تستقر أوضاع هذه المنطقة وهو لا يصب في مصلحة الكثير من الأطراف التي لا تريد التهديئة لهذه المنطقة إما نصيف مديرة مكتب الميادين في دمشق شكرا لك يستمر التوتر والتصعيد بين قوات سوريا ديمقراطية من جهة والجيش التركي والمسلحين الموالين له من جهة أخرى شمال سوريا هذا واندلعت اشتباكات على امتداد الشريط الحدري من ريفي منبج والباب بريف حلب الشمالي الشرقي وصولا إلى بلدتي تل تمر وأبو راسين في ريف الحسكة الشمالي الغربي وشهدت بلدتي أبو راسين وتل تمر ومدينة منبج قصفا عنيفا من الجيش التركي والفصائل المسلحة التابعة له ما أدى إلى وفاة مرأة وطفلة وإصابة ستة عشر آخرين نعضت مشاريع تربية الأبقار والأغنام في غوطة تأديم مشق بعدما تعرضت للتدمير خلال سنوات الحرب جهد يحسن من أوضاع الأسواق في العاصمة والسيما في ظل ضائقة المعيشية التي يعاني منها السوريون تقرير محمد الخطر في الغوطة الشرقية ينهض مربوث ثروة الحيوانية بقطعان الأبقار والأغنام والمعز بعد الأضرار التي لحقت بهذا القطاع من جراء الحرب مصدر الرئيسي للحوم والحليب ومشتقاتها كان يغطي جزءا كبيرا من استهلاك دمشق يستعيد عافيته بالتدريج رمم مالك هذه المزرعة في قرية يوتايا قطيع الأبقار الذي كانوا يمتلكونه قبل الحرب المزرعة باتت تضم مئات رؤوس الأبقار بعد تزويد الغوطة الشرقية بالأعداد المطلوبة من السلالات الهولندية والألمانية المشهورة بإنتاج معدلات عالية من الحليب واللحوم إنتاج يسوق إلى دمشق في محاولة لتعزيز الأمن الغذائي لأثناء الحرب كثير كثير موضوع المواشي قل فرجع الانتعاش من جديد بعد التحرر صار عاد التكاثر وبلشنا ننتج إن شاء الله محليا فتروح عبارة عن الشركات بتصنيع الأجبان والألبان فإجمالا الغوطة هي مصدر الأساسي للمدينة يكافح مربو الماشية في الغوطة من أجل الاستمرار ضمن ظروف عمل قاسية ارتفاع حد في أسعار الأعلاف ونقص في الوقود والكهرباء يواجههما المربون هنا عبر زراعات توفر الغذاء للمواشي وبالاعتماد على الطاقة الشمسية تمنا مستمرين لحد هذه الساعة بسبة الحرب ردينا رجعنا ومشينا وأمورنا كتير جيدة جدا بس يا أخي بسبة العلف غالي شوي علينا وصارت خسارة عنا خسارة يوميا بشكل كبير كتير ومع هيك بدنا نتم استمرين غير بعيدا عن هذه المزارع تتعزز محاولات إنتاج الأسماك للنهوض بتجاربها مشجعة كانت قد ازدهرت قبل الحرب إنتاج يجري توريده إلى أسواق العاصمة رجعنا إلى توريد السماك صار لي تقريبا مبلش من السنة الماضية صار لي مبلش سنة جيبت أميات من منطقة الغاب من منطقة سلحاب وفرقتنا على إيدي هون هذا الفراق تبع سنة الماضية السنة عم حجمة قفزت أعداد الأبقار والأغنام ببضوح في الغوطة الشرقية خلال ثلاثة عوام من تأمينها إلى أكثر من خمسين ألف رأس ماشية بعدما تراجعت إلى نحو عشرين ألف خلال الحرب محمد الخضر من قرية أوتايا في غوطة دمشق الميادين أكدت مفوضية الشهداء والأسرى في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح أن أوضاع الأسرى القدامة في سجون الاحتلال الإسرائيلي في حالة سيئة مفوضية الشهداء والأسرى أضافت في بيان لها أن عددا من الأسرى القدامة وذوي المحكوميات العالية يستعدون لإضراب مفتوح عن الطعام تنديدا بالاعتقال وجريمة المؤبد المفتوح أدت الحكومة الفنزولية الجديدة اليمينة الدستورية وذلك بعيد إعلان الرئيس نيكولاس مدورو عن تعديل وزري جديد في البلاد وشمل التعديل الوزري وزارة التعليم والداخلية والمناجم وغيرها كذلك عين مدورو السفير الفنزولي لدى الصين فيليكس بلستينسيا وزيرا جديدا للخارجية تأتي تعديلات الوزرية على خلفية المفاوضات بين الحكومة الفنزولية والمعارضة التي انطلقت في العاصمة المكسيكية مكسيكو الأسبوع الماضي حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف من أن أكثر من أربعة ملايين شخص في لبنان يواجهون احتمال تعرض لنقص حاد في المياه أو الانقطاع التام عن إمدادات المياه الصالحة للشرب في الأيام المقبلة هذا وضعت المديرة التنفيذية لليونسيف إلى الاستعادة العاجلة لإمدادات الطاقة التي تمثل الحل الوحيد للسمرار تشغيل خدمات المياه وحذرت من أن لجوء المواطنين إلى مصادر غير آمنة ومكلفة للمياه يعرض الصحة والنظافة العامة للخطر ويؤدي إلى زيادة الأمراض المنقولة عبر المياه أعلن الكونغرس الأمريكي في تقرير جديد له أن روسيا وصين تمثلان تهديدا محتملا بالنسبة إلى الولايات المتحدة في الفضاء وجاء في التقرير الذي أعدته خدمة الأبحاث التابعة للكونغرس أن خصوم الولايات المتحدة درسوا نظريات إجراء للحرب وركزوا على الأنظمة الفضائية كنقطة ضعف خاصة بالولايات المتحدة حتى في ظل قلة الإمكانيات تمكنت المهندسة نادي الخطيب من مدينة غزة من ابتكاري نظارات ذكية لدوي الاحتياجات السماعية تقرير ويسام العشي أنا المهندسة نادي زهير الخطيب خريجة من كلية تكنولوجيا المعلومات من الجامعة الإسلامية مشروع نظارات أذن السلام هو عبارة عن نظارات ذكية موجهة للأشخاص من ذوي الإعاقة السماعية بحيث تحل تحدي كبير هما يعانوا منه وبتساعدهم على التواصل الاجتماعي وفهم العالم من حولهم نظارات أذن السلام عبارة عن نظارات ذكية مرفقة بجهاز بقوم هذا الجهاز بترجمة اللغة المحكية من خلال الصوت اللي تم التقاطه لدى المايك المرفق لدى النظارة ومن ثم بعد ذلك بتقوم بترجمته إلى لغة مكتوبة تعرض على شاشات أذن السلام خلال هذا المشروع واجهتني عدة صعوبات ولهذه الصعوبات كانت شح القطاع والموارد اللي أنا بحتاجها في النظارة وصراحة عانيت جداً بوجود بعض البدائل إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي وهذا الإشي اللي بيعيقني خلال المشروع وتحديداً الجهاز اللي بشتغل عليه إذا تم انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عليه ممكن يؤدي إلى تلفه أو خسارة المشروع أكيد أنا بطمح أن أشوف هذا المشروع منتج حقيقي ملموس مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية وهذا طبعاً بتطلب لوجود جهة راعية ترعى المشروع بشكل كامل بحيث أقدر أكمل عليه أضيف عليه ونشوفه منتج حقيقي ملموس في السوق ونقدر نوزعه على عدة دول بحيث تستخدمه ونشوفه مع أشخاص حقيقيين من ذوي الإعاقة السمعية برغم الحصار الأمريكي نجحت إيران في دخول نادي الدول المصنعة لللقاحات المضادة لكورونا فأنتجت لقاح كوفيران بركات المحلي الصنع في هذا التقرير لمالك عامدة تخطى عمر كورونا في إيران عاماً ونصف العام ورغم ذلك لا تزال البلاد تعاني من موجة خامسة هي الأقسى يقودها هذه المرة فيروس كورونا المتحور ديلتا منذ البداية أدركت إيران أن اللقاح هو طوق النجاة الوحيد للخروج من هذه الأزمة الصحية العالمية فأعزت السلطات أواخر الخريف الماضي لمؤسسة تنفيذ أمر الإمام ببدء دراسات والتجارب لإنتاج لقاح محلي الصنع لسنا قلقين على أنفسنا بل إننا مهتمون فقط بتقدم المشروع لإنتاج اللقاح من ناحية السرعة والكمية لكي يتلقى جميع سكان إيران هذا اللقاح نعمل في قسم زراعة الفيروس وهو أكثر الأقسام في معمل إنتاج اللقاح لابد من أخذ الحيطة والحذر وارتداء الألبسة الواقية لمدة لا تقل عن 13 ساعة بعد عدة أشهر أبصر اللقاح الإيراني نور وأعلن نجاح التجارب السريرية تلقى المرشد الإيراني اللقاح مؤكدا أن لدى البلاد إمكانات وكوادر كفوة لا مشكلة في استخدام اللقاحات الأجنبية إلى جانب اللقاحات الإيرانية إذا مقتدت الحاجة ولكن يجب الاعتزاز باللقاح الإيراني وتثمين جهود جميع العلماء الشبان المثابرين الذين عكفوا على إنتاج هذا اللقاح وكل المراكز الأخرى التي تعمل على إنتاج لقاحات مضادة في البلاد رغم الحصار والعقوبات الأمريكية وقلة الإمكانات نجحت إيران في اللاحاق بركب الدول الست المنتجة للقاح كورونا تؤكد الدراسات الطبية فعالية اللقاح الإيراني بنسبة تصل إلى 85% لدى الفيروس كورونا والمتحور ديلتا من المقرر أن يتم افتتاح خطين آخرين لإنتاج لقاح بركات بهدف رفع الإنتاج إلى نحو 50 مليون جرعة تغطي الحاجات المحلية للبلاد وتمكن إيران من تأمين اللقاح لدول الراغبة باستيراده مالك عابدة طهران الميادين الظاهير انتهت هذا تذكير بالعنوين طالبان تقول أنها ستقدم إطارا لحكم جديد في أفغانستان قريبا وبايدن يكشف عن اتفاق نبرمته واشنطن مع الحركة قبل عام جنب القوات الأمريكية هجماتها الرئيس التونسي يقول أن بعض من دائبوا على الخيانة يفكروا في الاغتيال والقتل والملك السعودي يبارك في اتصال مع صعيد قراراته أربعة شهداء من الحجد الشعبي خلال صدهم هجوما نأشنه مسلح داعش في شمال بغداد رئيسي يؤكد أن البرامج التي تم إعدادها في الحكومة المقبلة هدفها تحقيق العدالة والتقدم وأن الوقت حان لنهضة جهادية وشعبية لبناء إيران القوية الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية إلى محيط درع البلد بهدف إخراج المجموعات المسلحة بعد رفضها تسليم أسليحتها بعد تعديل شمل أربع وزارات الحكومة الفنزولية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية في ضوء المحادثات مع المعارضة في المكسيك المزيد من الأخبار والتقاري تفضل بزيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والانجليزية والاسبانيكا إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة